السلام عليكم معكم دكتور سليم أحمود إريطم النهاردة هنتكلم عن أقوى أدوية بتزود جهاز المناعة عند الأطفال وعند الكبار عند الأطفال من عمر سنتين وللكبار كمان طبعاً بنا عارفين فيروس كورونا كوفيد 19 الفيروس ده طبعاً هو حتى الآن ملقوش علاج لكن عايزين حاجات تأوي جهاز المناعة وعايزين حاجات ترفع مناعتنا أueller كمانعه ومعتنا ضد الفيروس كورونا وضد جميع الفيروسات بالنسبة الأهم المواد المطلوبة لرفع جهاز المناعة هو فيتامين سي وكمان عشبة الإشيناسية من الحاجات اللي بترفع جهاز المناعة كمان فيتامين دال من الحاجات الكويسة جداً اللي بتزود جهاز المناعة من أقوى الأدوية اللي بتزود جهاز المناعة عند الأطفال أول دواء معانا اللي هو إميولانس شراب كما ترون، هذا هو شكل العبوة من برّة وهذا هو شكل الدواء الشرب من جوّة شراء هذا الدواء هو الميزة اللي فيه أنه يوجد حبة البركة وفيه عشبة الإشيناسيا لكن يستخدم من عمر خمس سنين فأكتر يأخذ معلقتين شاي تلات مرات في اليوم بعد الأكل يفضل إستمار عليه فترة 8 أسابيع حوالي شهرين إميولانت شراب ياريت لو تفتح يبقى أقصى حاجة شهر من بعد الفتح وبعد كده ما استخدمش خلاص مترامع عادي خالص إميولانت شراب علبة عاملة 23.5 وتنفع الأطفال من عمر خمس سنين طب يا دكتور إميولانت مش موجود في السوق حاليا أو ناقص شوية في السوق برضو معانا حاجة كويسة جدا اللي هي سانسوميون شراب ده شكل عبوه من بره من حاجات كويسة جدا اللي بحبها أول اللي بترفع جهاز المناعة عند الأطفال ومناسبة هنا من عمر سنتين السانسوميون فيه عشبة الإشيناسيا وفيه فيتامين سي وفيه الزنك اللي عايزود جهاز المناعة وفيتامين سي ملد قوي جدا للأكسادة وكمان بيساعد فيه امتصاص الحديد السانسوميون شراب جرعته للأطفال ينفع هنا أطفال وكبار من عمر سنتين خمس سنتي كل يوم ومن عمر ولكبار عشرة سنتي كل يوم بعد الفطار الصبح كل يوم سانسوميون شراب يفضل يستمرار عليه فترة شهرين متواصل سانسوميون شراب برضو لو يتفتح أخر شهر بس كده وبعد كده لا يستخدم سانسوميون شراب برضو مش غالي عبوة 200 ميلي عاملة 26 جنيه وبرضو متوفرة في جميع الصدليات طيب لو فيه أطفال بيشتكوا من طعم الأدوية دي وعايزة حاجة حديثة النهاردة برضو معانا ده وحديث بيرفع جهاز المناعة من الريال جيلي غزاء ملكات النحل هو والبروبلس ومع 18 فيتامين بيه وفيتامين سي وفيتامين دال وفيتامين ألف وحمد الفلك اللي هو مارينز بروتيكت ده كنا اتكلمنا عنه قبل كده الريال بروفيت للكبار ده للأطفال اسمه مارينز بروتيكت وده طعمه جميل جدا ده في عبوة في عشر عبوات العلبة سعرها عامل 190 جنيه يعني العبوة الوحدة عاملت 19 جنيه بيستعمل للأطفال من عمر 4 سنين لست سنين بيستخدم 5 سنتي كل يوم قبل الفطار ده شكل العبوات من بره زي ما حالتكوا شايفين اهو الميزة هنا متحدد اهو 2 سنتي ونص 5 سنتي وهنا 7 سنتي ونص بالنسبة الاطفال من عمر 4 لست سنين عياخدوا 5 سنتي كل يوم قبل الفطار بنص ساعة بالنسبة من 7 ل 12 سنة عياخدوا 7 سنتي ونص كل يوم قبل الفطار بنص ساعة اكتر من 12 سنة بيتاخد العبوة كاملة كل يوم قبل الفطار وبرضو يفضل استمار عليها من شهرين ل 3 شهور من الحاجات الكويسة جدا مارينز بروتيكت يفضل برضو حفظها في التلاجة مارينز بروتيكت بتقوي جهاز المناعة وبتقاوم الفيروسات بطريقة كبيرة جدا طيب ده بالنسبة للأطفال من أقوى الأدوية كمان اللي عتزود جهاز المناعة عند الكبار معانا دواء اسمه فيتا ستريس فيتا ستريس من الأدوية المتميزة جدا والفعالة جدا زي ما حضراتكو شايفين فيتا ستريس ده فيه زنك بنسبة عالية بيساعد جدا ونظمة صحة العلامية قايت على الزنك انه بيقام الفيروسات كمان الزنك ومعاه فيتامين سي ومعاه فيتامين هي كمان معاه فيتامين بواحد وباتنين وبستة وباثناشر وفيه حند الفوليك فيتا ستريس بيتاخد أرس كل يوم بعد الفطار ينفع لمرضى السكر ينفع لمرضى الضغط ينفع لعندهم إجهاد وتوتر ينفع الحوامل ينفع المرضعات أقوى كلها عشين أرسة عاملة عشرين جنيه واربعين قرش أرس كل يوم بعد الفطار يفضل ينفع ليلة شيء من الحاجات الكويسة جدا كمان من الحاجات التي فيها زينك وفيها فيتامين سي تزود جهاز المناعة الذي كلمت عنه عددا قبل هذا وهذا عن ذلك وفريسي responded to 똑 زينك ترون visa من الشيء من الفريسolved زينك يضع الى communication الميزة هنا فى بالإجführ sociale وبيقلل تأثيره على المعدة كمان فيه فيه كمان الفيتامين سي وسترس بايوفلافونايتس وفيه كمان فيه سترس بايوفلافونايتس وفيه كمان فيه الفيتامين بستة حاجات الكويسة جدا بيتاخد كابساة كل يوم بعد الفطار بتقوي جهاز المناعة بدرجة كبيرة برجو من الحاجات الكويسة المضادة قوية جدا للأكسادة واللي في هيئة شوكولاتة الناس اللي ما بيحبوش انه هم يبلغوا حبوب او كابسولات عندنا اوكسي فري اوكسي فري قطع شوكولاتة من الحاجات الكويسة جدا اللي فيها حاجات موضة الأكسادة فيها الفيتامين سي وفيها السيلينيوم وفيها المولبيدينيوم وفيها كمان الزينك حاجات الكويسة جدا اللي بترفع جهاز مناعتنا وبتقوي جهاز المناعة بيتاخد الكبار قرص مضغة زي الشوكولاتة كل يوم بعد الفطار هو بس مشكلة انها سعرها غالي شوية سعرها عامل 95 جنيه اشي حبية تقريبا عاملين 95 جنيه يبقى من حاجات اللي عتساعد انها تأوج هاز المناعة عندنا هو الزينك والفيتامين سي والفيتامين دال حاجات الكويسة جدا اللي عترفع جهاز المناعة هي والعسل وغزاء ملكات النحل واتكلمنا قلنا ان للأطفال ممكن يستخدم اميولانت شراب وده اللي فيه عشبة الاشناسيا برضو حاجات الكويسة جدا من عمر خمس سنين او السنسوميون شراب من عمر سنتين الحاجات المتميزة جدا او من عمر اربع سنين اللي هو بيبقى على هيئة انبوبة تشرب كده تبقى قبل الفطار بنص ساعة اللي هي مارينز بورتيكت من الحاجات الحديثة جدا اللي بتقوي جهاز المناعة وبالنسبة للكبار يستخدموا فيتا سترس من الحاجات الكويسة جدا والفعالة جدا او الزينكترون كابسولات زي ما حالتكو شايفين او الاوكسي فري مضغ زي الشوكولاتة قطع الشوكولاتة بتقوي جهاز المناعة ومضاد قوي الاجسدة مع طبعا الالتزام بالتعليمات ياريت كل واحد يقعد في بيته وياريت بلاش الاسناء حظر التجوال لازم نلتزموا بحظر التجوال وبلاش التجمعات ويريت نغسل ايدينا بالمية والصابون اي صابون صابون عادي او صابون دي طول وبرضو تعقيم ايدينا بالكحول دي من الحاجات الكويسة جدا اللي عتساعد برضو معانا في انها تقينا ان شاء الله باذن الله من فيروس كورونا وتقوي جهاز منعتنا يارب الفيديو يكون عجبكم ويارب تكون استفادتم سلام عليكم